تم جغم معسكر الاحتياط المركزي من قبل الأشاوس تم جغمه ودكه تماما أعلان قوات الدعم السريع الاستيلاء على قيادة قوات الاحتياطي المركزي جنوبي العاصمة الخرطوم أثار تساؤلات بشأن أهمية هذه القوات ومعسكرها وما إذا كان الاستيلاء عليه سيغير المعطيات العسكرية في الخرطوم في وقت تسعى فيه قوات الدعم السريع لتحقيق مكاسب في حربها مع الجيش وكانت قوات الدعم السريع أعلنت مساء الأحد سيطرتها على المقر الأمني ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وقالت هذه القوات أنها استولت بعد سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي ومعسكر عواط خوجلي على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والدخائر الجيش السوداني أقر باستيلاء الدعم السريع على مقر قوات الاحتياطي المركزي بعد معارك استمرت أياما وقال إن مواصفها بالميليشيا المتمردة استولت على أحد مقار الشرطة في إشارة إلى مقر الاحتياطي المركزي واصفا ذلك بالمخالف للقانون الدولي مشيرا إلى أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية يقع معسكر عواط خوجلي في الطريق الرابط بين المعسكر الرئيسي لقوات الدعم السريع في طيبة جنوبي الخرطوم ومعسكرات الجيش في وسط الخرطوم ويرى مراقبون أن أسرار قوات الدعم السريع على مهاجمة هذا المعسكر هو لقناعتها بأن وجود هذا المعسكر يعيق نشاطها ويمنع دخولها من الجهة الجنوبية خاصة أن قوات الدعم السريع تدرك القدرات الكبيرة لهذه القوات وبحسب المراقبين فإنه بعد ضرب المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع في طيبة في بداية المعارك من قبل الجيش أصبحت قوات الدعم السريع بدون مقر ولذلك أرادت معسكر الاحتياطي المركزي كنقطة انطلاق استراتيجية في جنوب الخرطوم علاوة على أن قوات الدعم السريع لديها مشكلة في الدخائر ووجدت أن هذا المعسكر قد يعالج لها مشكلة الإمداد لكن ذلك بحسب محللين عسكريين لن يمنحها ميزة نوعية لأن المدرعات الموجودة هناك خفيفة تستخدم لفضل احتجاجات وأعمال الشغب ولا تستخدم في الحروب لديها إلى الازالة